سنقرأ من 11 الشهر إلى 15 سنقرأ للبرج صاحب الشخصية الرائعة جدا والمميزة ولديه الجمال الثنائي من الداخل دو أقلاق رائعة جدا ومساعد دائما للآخرين ومن الخارج دائما بكون بقمة الجمال والأناقة أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا المائي برج الحوت الرجاء من الجميع يا أصدقائي اللايك التشجيعي والأشخاص الجديدي على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعا للتواصل على طريقة الواتساب تلاقي رقم الواتساب تحتس في الفيديو بصندوق الوصف أمراتهم بكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي يا في الأحداث القادمة بإذن الله تعالى اتقي شر من أحسنت إليه هناك شخص كنت دائما تساعده وتمده بيد العون كل ما يطلب منك إشي ما كنت تتقصر معاه ستحتاجه بموضوع عشان يوقف معك فيه ولكن سينكشف القناع أمامك أنه بدل ما يكون معك أو حتى حيادي رح تلاقيه خصم ضدك سبحان الله لما قلت لكم يا أصدقائي اتقي شر من أحسنت إليه بمعناها وبإذن الله تعالى ستأتيك رؤي فيه هذا الشخص وأنا بتحدث الآن يجب أنك تتعامل معه بشكل جدي وأيضا تغربه بكل النقاشات ولا تستحي منه من أي شي فشوف فرعنك يا فرعون ما لقيت حدا يردني وعقلك الراجح رح يدلك على الطريق الصحيح ستنطلق انطلاقة سريعة وقوية نحو نحو تحصيل أحد الأهداف التي تسبو إليها وبإذن الله تعالى سيكون النجاح حليفك قد تشعر في بعض العجز أو الإرهاق الجسدي ولكن وستنجحون أيضا في الحصول على بعض المكاسب المالية ويكون أغلبها في الأعمال التجارية مثل البيع والشراء وسيكون معك شريك رائع جدا ستكونوا ثنائي مميز وستحصلون على النتائج رائعة جدا وإنجاز جديد يدخل حياتك وستطلق العديد من الاتصالات اللي بترفع عندك الطاقة الإيجابية وبتخليك دائما متحمس بالقيام بإنجازات جديدة وإن شاء الله سيكون دائما النجاح حليفك أما العازبون أو المنفصلون ستكون بشخصية براقة ورائعة جدا وعيونك اللي فيهم بريق كالسحر قادر من خلالهن انك تكسب القلوب الأشخاص اللي حولك وخصوصا اللي تعرفت عليهم بالآونة الأخيرة فالمعجبين كثر حولك يا مولود بورج الحوت هذا الموضوع خطر للأشخاص المتزوجون أو اللي عندهم مشريك حياة مستقبلي أما العازبون أو المنفصلون هذه فرصة جديدة نتكون علاقة عاطفية إن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح أما الأشخاص اللي عندهم مشريك حياة مستقبلي كيف يعني شك حياة مستقبلي يعني بكون فيه شخص متفق أنت وياه على الزواج بإذن الله تعالى في الخريب العاجل وليس الآجل الأمور ستجري كما تحب وتشتهي وخصوصا هناك لقاء بينك وبين الحبيب رائع جدا لتلقى هدية تعزز ربط الحب بياناتك فالفترة مناسبة للتخطيط بشكل جدي بموعد الزواج والارتباط وألف ألف مبروك البحارة من الحظ من مواليد برج الحوت أما المتزوجون قد يحدث بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الشريك بسبب شخص يزرع الفتنة بياناتك وهذا الشخص سيء جدا لدرجة أنه ممكن يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة أو الأعمال السفلية بهدف أنه يصير انفصال وتفرقة بينك وبين الشريك بتلاحظ وانت بالبيت دائما أنك معصب وصوتك عالي هذا بسبب الأعمال السحرية حاول لنك تكثر من قراءة القرآن الكريم والاستماع للرقية الشرعية كل يوم وان شاء الله هذا الشخص ما رح يقدر يعمل أي حاجة سحرية معاك لنقبل يا أصدقائي أما الأشخاص قائمون على عملهم قد تواجه بعض التحديات بينك وبين رؤسائك في العمل ورغم ذلك ستثبت جدارتك أمام الجميع وأمام رؤسائك في العمل لأنك ستقن بأعمالك بطريقة رائعة جدا ومميزة والفرصة وخصوصا القطاع الخاص متاحة أنهم يترقوا أو منصب جديد والفالشفا بروك أيضا للي بحلفهم الحظ من موليد بورج الحوت أنت تستاهل كل خير عطيمة قلبك وحسن معاملتك مع الآخرين أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لكم فرص رائعة جدا استثنائية وخصوصا بموضوع فيه سفرات قصيرة اللي عميش في نفس البلد اللي أنت فيها يعني فيه مسافة لأنك تصل لهذه الفرصة المهنية وأيضا فيه أشخاص عندهم فرص في الأمور المشتركة بينك وبين الأشخاص اللي من حولك ولا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع اللي كنت دارسها مسبقا للأشخاص اللي من حولك وتطلب منهم يد العون والمساعدة وبإذن الله تعالى سيكون النجاح حليفك في الأمور الصحية ستجل الأمور جيدة جدا بضعك الصحي وخصوصا العشرية الأولى والثالثة أما العشرية الثانية قد تعرضوا لبعض الأعراض الغير اعتيادية مثل آلام في الجسد بشكل عام وأيضا بعض الالتهابات في القصبات الهوائية ما تستخدم ما تستخدم اسلوبك لهو اللي مجابرة أنت دائما أي شيء بواجعك أو بقالمك بتحكي هسا شوي هذا الألام بتروح اعلم يا مولود برج الحوت كل شيء ما بتعالج بتطاقم وبزيد واللي بتعالج بخلص وبروح فدائما خلي أمورك الصحية هي أهم أولوياتك أما في الأمور الدراسية الأشخاص المقبلين على مطالعة وعلى امتحانات داخلية أو خارجية للأسف الشديد هناك عندك تراجع لمولود برج الحوت بسبب بعض الزملاء اللي بيضيعوا وقتك الثمين في الأمور الترفيهية وأشياء أخرى يجب أنك تعمل برنامج جديد وتحدد فيه ووقت معين للدراسة وهذا الوقت ابتعد عن كل إشي فيه تواصل مثل الهاتف أو أشياء أخرى بالطريقة هاي بإذن الله تعالى ستستعيد كل راح منك والقادم أما في الأمور الاجتماعية قد يحدث بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين أفراد العائلة بس هذا الموضوع رح يكون لصالحك كافة عن لصالحك رح تقدر تميز مين معك ومين ضدك بس هنا رح تنصدم بشخص أنه يعني ما توقعته يكون سيء جدا معك لأنه يعني أنت تاريخك معه كثير رائع وكن دائما تساعده وتمده بيد العون وعمرك ما رديته خائب هذا الشخص مادي يعني كيف يعني مادي يعني عند المصاري بعرفش أبوه فحاول قدر المستطاع أنك تستخدم معه سلوب أنك تشربه من نفس الكاس اللي شربك إياك كيف يعني أنك تخلي كل الجميع اللي قلبهم ضدك أنك تقلبهم ضده بهذه الطريقة تستد منه وبتشره من نفس الكاس اللي شربك إياه الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه نقبل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بيتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بحالفوا الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ تكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة أما للتواصل على طريق الواتساب بتلاقرح في الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف مراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص تربح معي قراءات خاصة قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى ومليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام أما الأشخاص بتعرضوا اللي في عندهم يعني بكون مشكلة أو إشي معين أو بتعرضوا للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء إيش شافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي ترجمة نانسي قنقر